يصادف اليوم ذكرى السادسة لزلزال اليابان الكبير الذي وقع في الحالي عشر من مارس عام 2011 تفاصيل عن وضع خوض المحطة الطاقة النووية في فوكوشيما بعد مرور الست سروات في تقريب تالي بلغت كمية الأشعة في هذا الجسر 150 ميلي سفرد ومشهد المبنى أمامنا بعد انفجار محطة الأولى لأول مرة على الملأة اعلنت شركة توكيو لطاقة الكهربائية في الشهر الماضي عن حالة ووضع محطة فوكوشيما الأولى لطاقة النووية التي كانت قد تعرضت لتسرب نووي في عام 2011 جراء الزلزال كما تم تنظيم زيارة لمراسلين إعلاميين إلى المحطة وفي الوقت الراهن تم رفع تعليمات اللجوء في الكثير من البلدات والأرياف لكن أظهر استطلاع للرأي جرت الحكومة اليابانية في سبتمبر الماضي أن أكثر من 53% من مقيمي فوكوشيما لا يودون العودة إلى الجزيرة وذلك لأن الحكومة اليابانية سبق لها أن أخفت المعلومات الخاصة بحادث التسرب النووي وهذا ما أفقد المواطن الياباني ثقاته بالبيانات التي طرحتها الحكومة اشتركوا في القناة